وأن النتائج أكدت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بها وسوف تعلن الولاية عن التصديق على النتائج في وقت لاحق وكان الرئيس دونالد ترامب قال في تغريدة سابقة إن إعادة فرز الأصوات في ويسكنسون لا تتعلق بمراجعة عدد الأصوات بل بالعثور على الأصوات غير القانونية مشيرا إلى أنه سيتم رفع قضية فور إعلان نتائج الفرز اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اختار جانيت يالين لشغل منصب وزيرة الخزانة كما عين ضمن فريقه الاقتصادي نيرا تادن لرئاسة مكتب التسيير والميزانية وإيلي أدييمو لشغل منصب نائب وزير الخزانة وسيسيليا روس لمنصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض وجاريد برينشتاين وأيضا هادر بوشي لعضوية مجلس المستشارين الاقتصاديين وكان بايدن أعلن عن تعيين كيتي راسل في منصب مديرة مكتب البيت الأبيض لشؤون موظفي الرئاسة وعين أيضا لويزا تيريل في منصب مديرة مكتب البيت الأبيض لشؤون التشريعية واختار بايدن ملأ ديجا لتولي مهام مديرة شؤون السياسات لدى السيدة الأولى جيل بايدن وللمرة الأولى في تاريخ البيت الأبيض عين جو بايدن طاقما نسائيا ليشغل مناصب بارزة ضمن فريق الاتصالات والإعلام التابع للبيت الأبيض في إدارته المقبلة وأعرب بايدن عن فخره باختيار أول فريق اتصالات للبيت الأبيض تشغل النساء جميع المناصب البارزة فيها موسيقى 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 اشتركوا في القناة ومن المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هارس أول إحاطة استخباراتية تقدمها وكالات الاستخبارات للرئيس الفائز وفريقه الانتقالي وتتضمن الإحاطة معلومات استخباراتية سرية للغاية وتحليلا حول مجموعة من قضايا الأمن القومي وتأخر تقديم هذه الإحاطة طبعا بسبب تأخر إدارة الرئيس دونالد ترامب في آطاء الضوء الأخضر لبدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن وينضم إلينا من مدينة ولمينغتون بولاية دولاور حيث مقر الرئيس المنتخب جو بايدن ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم مراد فادي منصور عفوا فادي أهلا بك حدثنا عن هذه التعيينات الاقتصادية في مناصب اقتصادية وهي كثيرة أهميتها ومعلومات إضافية عنها نعم خديجة شكرا لك في الواقع الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أعلن اليوم مجموعة أسماء فيما يتعلق بفريقه الاقتصادي لا سيما جانت يالين وهي التي ستتولى منصب وزيرة الخزانة في حال جرى التصديق على هذا الترشيح في مجلس الشيوخ لكن بما أن يالين تحظى باحترام واسع في العاصمة الأمريكية واشنطن فمن المتوقع أن لا يواجه تعيينها أي عقبات خصوصا أنها تولت سابقا رئيسة الاحتياطي الفيدرالي أي البنك المركزي في الولايات المتحدة ويعزى لها أنها عززت التعافية الاقتصادي خلال فترة أوباما الثانية وذلك بعد مرحلة الركود التي أصابت الولايات المتحدة جراء الانهيار المالي في عام 2008 وبالتالي بايدن يعول عليها كثيرا تحديدا في مسألة انتشار الولايات المتحدة من المصاعب الاقتصادية جراء مضاعفات كورونا وتحديدا فيما يتعلق بالأقليات في الولايات المتحدة السود والهسبانيك بما أنهم تضرروا أكثر من غيرهم جراء كورونا وخصوصا في إطار الأعمال الصغيرة وبالتالي خبرتها هذه في مسألة التعامل مع حالات الركود الاقتصادي ومسألة التعافي الاقتصادي سوف تلعب دورا محوريا من موقعها كوزيرة للخزانة وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب وبالتالي بايدن يوم غاد عند الظاهرة هنا في مدينة وولمينغتن سوف يكون لديه عمليا حدث لتقديم الوجوه الاقتصادية الجديدة للشعب الأمريكي وللأعلام على أن يقدم أيضا بعض النقاط الأساسية وتصوراته للمرحلة الاقتصادية المقبلة لسيما أنه يرى أن الولايات المتحدة تعاني من أزمتين أزمة اقتصادية وأزمة كورونا خصوصا في ظل الأرقام المرتفعة على مستوى البطالة أيضا المخاوف من المزيد من الانكماش الاقتصادي خلال هذا العام الربع الأخير من هذا العام قبل نهاية العام وبالتالي هذه تحديات أساسية أمام جو بايدن وينبغي عليه أن يتعامل معه هو يرى في هذا الفريق الذي أعلن عنه بأنه سوف يستطيع ويتمكن من انتشار الولايات المتحدة من هذا الوضع الاقتصادي وبالتالي كما كان متوقع جانيت يالين سوف تلعب هذا الدور المحوري كمنصب كوزيرة للخزانة وأيضا دورها في أيضا الحوار والنقاش والتفاوض مع الكونغرس فيما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي وأي حزمة للانعاش الاقتصادي قد يخفق الكونغرس في تمريرها قبيل نهاية العام ونهاية ولايته هذا أبرز عمليا اسم خديجة فيما يتعلق بمسألة الاقتصاد أما سابقا فكان بايدن أعلن عن وجوهه للفريق الإعلامي وكانت حصرا كما أشرتم نسائية على رأس هذا الفريق بطبيعة الحال جانساكي وهي تلعبت أدوارا سابقة في حكومة الرئيس أوباما كمديرة للإعلام في البيت الوبيض وأيضا كمتحدثة باسم الخارجية عندما كانت جون كاري على رأس الخارجية والديبنسية الأمريكية جميل شكرا شكرا فادي هذا كل ما يتعلق بفريق الإعلامي النسائي وأيضا الفريق الاقتصادي أو التعيينات الاقتصادية التي شرحتها لنا الآن شكرا لك فادي منصور من دلوار قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا في تغريدة على تويتر إنه لا يحارب من أجل نفسه وإنما يحارب من أجل أربعة وسبعين مليون شخص صوتوا له فضلا عما أهملت أصواتهم من المصوتين له على حد وصفه وأضاف أن ما حصل عليه من الأصوات هو رقم قياسي لرئيس في منصبه وقد وضع تويتر تحذيرا على تغريدة ترامب تشير إلى أن الدعاءه عن تزوير الانتخابات أمر غير متفق عليها وتنضم إلينا من البيت الأبيض في واشنطن مراسلة الجزيرة وقفه وجد إذن تغريدة أخرى والدعاء آخر بتزوير الانتخابات ماذا عن هذه التغريدة وماذا المتوقع بخصوص النتائج النهائية في عدد من الولايات يعني خديجة رغم أن الرئيس قال أنه يحارب من أجل الأربعة وسبعين مليون شخص الذين صوتوا له ولكن الواقع يقول أنه يحارب من أجل أموال الأربعة وسبعين مليون شخص الذين صوتوا له ذلك أن حملته الانتخابية تعيش حالة من الدين الكبير أو لديها عجز كبير ينبغي سداده قبل حلول العشين من يناير موعد مغادرة الرئيس دونالد ترامب والطريقة الوحيدة حقيقة لسداد هذه الأموال وهذه الديون هي مواصلة التبرعات من قبل مؤيدي والطريقة الوحيدة لاستمرار هذه التبرعات هي التذرع بحجة السبيل القانوني أو الطريق القانوني والدعاوى القضائية التي يواصل الحديث عنها علما بأنه خسر حتى اليوم 39 قضية مقابل قضية واحدة لم تزد له ولا أي ولاية إضافية قضية حقيقة كانت هامشية التي كسبها مقابل خسرته القضايا التسعة والثلاثين لذلك فرئيس دونالد ترامب فعليا هو يسعى لتبرعات مؤيديه ومناصريه لسداد هذا العجز وهذا ربما هو أيضا ما يفسر إسراره على عدم الإقرار بهزيمة بايدن وإن كان بدأ من لقائه أمس مع فوكس نيوز بأنه شبه مقتنع بأنه هو من فاز بالانتخابات مقتنع لدرجة أنه اتهم وزارة العدل الأمريكية وأيضا الأف بي آي بكتب التحقيق الفدرالي باحتمال أن يكون متورطين بتزوير هذه الانتخابات على حد وصفه طبعا حتى الآن لم تثبت حملته أي عملية تزوير في أي ولاية أو في أي مقاطعة في الولايات الأمريكية خديجة شكرا لك وجد من أمام البيت الأبيض في واشنطن وأكد مصدر في البيت الأبيض للجزيرة أن جاريد كوشنار مستشار الرئيس الأمريكي سيتوجه مع فريق من مساعده خلال الأيام المقبلة إلى المملكة العربية السعودية وإلى دولة قطر أيضا بعد ذلك ومن جانب آخر أورد موقع أكسيوس أن زيارة كوشنار تأتي في محاولة أخيرة لحل الأزمة الخليجية بينما نقلت صحيفة ووستريت جورنل عن مسؤولين أمريكيين وخليجيين قولهم إن التركيز الرئيسي للمحادثات سيكون على حل الخلاف بشأن تحليق طائرات الخطوط الجوية القطرية في أجواء السعودية والإمارات وذكرت الصحيفة أن دول الحصار الأربع خففت سرا مطالبها الثلاثة عشر مشيرا إلى أن السعودية أبدت استعدادا أكبر لإيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة ونقلت رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن كوشنار التقى الأسبوع الماضي مع وزير الخارجي الكويت حيث ينظر إلى دور الكويت على أنه